اكثر من عشرين يوما مرت على اعلان السلطات الحكومية في كردستان العراق عن نتائج التحقيق في حدثة قصف قاعدة حرير العسكرية شماليا اربيل والتي تتخذها قوات التحالف الدولي مقرا لها ما خلف قتلين وتسعة جرح بينهم عسكريون امريكيون غير ان الحكومة في بغداد لم تعلق على ذلك ولم تتخذ اي اجراء يذكر حتى الان سلطات كردستان العراق اكدت تورط ميليشيا سيد الشهداء في هذا القصف وعرضت اعترافات مسجلة لاحد عناصر الميليشيا بعد تحقيق مؤسع شاركت فيه قوات التحالف الدولي لكن ذلك الهجوم اعقبته هجمات صاروقية اخرى ستهدفت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين وقاعدة عين الاسد غربي الانبار دون ان توضح حكومة الكاظم الخطوات التي ستتخذها لمحاسبة منفذي هذه الهجمات والمعروفين لديها اصلا برلمانيون اقروا بوجود مساومة كبيرة بشأن ملف قصف اربيل وان وزارة الداخلية في بغداد تسلمت اوراقا تحقيقية بهذا الشأن فيها اعترافات احد المتوارطين بعملية القصف وملابساته واسماء مشاركين في الهجوم لكن الوزارة لم تحرك اي ساكن ولم تستدعي ايا منهم البرلمانيون كشفوا ان من بين الاسماء الواردة في التحقيق ابو الاء الولائي مسؤول ميليشيا سيد الشهداء وهو ما دفع الكاظمي الى محاولة اشراك ميليشيا الحشد في التحقيق تهرب من المسؤولية لكن مسؤول هيئة ميليشيات الحشد لم يتجاوبوا معه بل وطالبوا اربيل بتسليم الشخص الذي اعترف بالمشاركة في تنفيذ الهجوم محللنا قالوا ان الاجهزة الحكومية تملك معلومات كافية عن قصف القواعد العسكرية في البلاد لكنها لا تستطيع فتح تلك الملفات بسبب سيطرة ميليشيات الحشد على الملف الامني والسياسي والضغوط الايرانية الكبيرة لمنع الكشف عن نتائج التحقيق خاصة ان ميليشيا سيد الشهداء تعتبر ابرز الميليشيات الموالية لايران في العراق